حمد قبل أن ندخل في المباراة توقعتك للأرعى الأول أرعى ما نستهونش بها نحن في المستوى الأول وده شيء كواس جدا أننا تصنيفنا 34 عالمين كآخر تصنيف للفيفا بالنسبة لمصر وفي التصنيف الأول بالنسبة للقارة الإفريقية لأننا خامس أفريقيا فيما بين أول 9 منتخبات في التصنيف اللي بيروحوا في التصنيف الأول علشان الناس يتعرف أن القارة الإفريقية يطلع منها 10 منتخبات لكاس العالم اللي هيبقى 48 منتخب لأول مرة هيكون 48 منتخب في كاس العالم اللي هيكون في كندا الولايات المتحدة والمكسيك بإذن الله في عام 2026 9 مقاعد مباشرة فده مباشر للكرة المصرية اللي يبقى الموضوع سهل شوية نحن نتأهل إن شاء الله لإنهاية كاس العالم بكرة بإذن الله الكرة ستكون في الكوديفور مع الكونجرس بتاع الكاف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مصر على رأس مجموعة التصنيف الأول كويس التاني نحن بدنا عن مغرب تونس جزائر كل بوارنا إيجاريا مالي السنغال كل دول مش هنواجههم لكن في التصنيف التاني ممكن تلاقي زامبيا في سكتك ومش سهلة ممكن تلاقي جنوب أفريقيا قيادة بيرسيتاو تفوقوا على المبلقة المغربية في تصفيات أمم أفريقيا الأخيرة في بريتوريا تلاقي بوركينا فاس وتلاقي منتخبات مش سهلة فبرده العين على التصنيف التاني التصنيف الرابع فيه ليبيا على سبيل المثال وليبيا واخدى الجرين كارد أنها تلعب على ملعبها وملعبها مش سهل مع الأمن اللي مش متزبط قوي برضو الأمور مش كويسة قوي فإحنا بإذن الله نقع فيه مجموعة ما يكونش فيها منتخبات صعبة وبرضو فيه منتخبات ما بتلعبش على ملعبها لكن بتختار دول ممكن تعذبنا احنا في المبرات لكن في كل الأحوال عشان بس نبقى واقعين منتخب مصر تقيل ومع روي فيتوريا هذا البرتغالي منتخبنا عنده بقى ميزة حلوة قوي فكرة أنه حتى ولو مساوية فني مش عالي أنا بقدر أكسب ودي ميزة المنتخبات الكبيرة تعرف تخلص المباريات ودي ميزة العقلية يلعب على النتيجة ما بيلعبش على التكتيك أكتر من فكرة النتيجة بالنسبة له مش مهم الأداء بشكل كبير اللي هو المبهر قوي بقدر أنك تعرف تخلص المباريات زي منتخبنا الوطن الأول اللي فاز في آخر مبارياته مش هقول الوداية بتاع جنوب السودان منتخب جنوب السودان بالمناسبة ممكن يبقى معانا في السكة لكن المباراة الرسمية اللي كانت في المملكة المغربية في الملعب الكبير بمراكش لما تفوقنا اتنين واحد وكنا متأخرين في النتيجة أمام غينيا في المرحلة ما قبل الأخيرة من الجولة أو المجموعة الثالثة تصفيات أمم أفريقية اللي إن شاء الله سيكون في الكوديفور في يناير القادم بإذن الله وتصدرنا المجموعة رغم أننا لسه نلعب إثيوبيا في شهر سبتمبر اللي جاي لكن تصدرنا ضمن الصدارة وتأهلنا لكأس الأمم الأفريقية فعندك ميزة أنه منتخبنا بقى تقيل شكل هجومي أفضل حتى لو ما عندكش صنع العامة بلعبش مركز عشر روي في توريا يعني ما بيلجأش الأفشة مثلا لكن التلاتة اللي قدام زي أخوان كارلس أسوري مع زمالك روي فيتوري أو مارسيل كولر مع الأهلي بيخدموا على روي فيتوري والمنتخب الأوليمبي كمان مع ميكالي بلعبين اللي طالعين كمان هو أقدم لك أماشا محترمة بيذكرني كده منتخب كرة اليد الأول عندنا لما منتخب الشباب بطل العالم ومنتخب أو ناشئين بطل العالم شباب تلات العالم ومنتخبنا الأول كان تامن العالم بعد كده بقى سبع العالم وقوي قوي قوي ليه لأنه وماشا واسعة تختار أنت عايزه وتشكل المنتخب الأقوى يمكن ده اللي احنا كنا بندور عليه بقى لنا فترة أنه إحنا يبقى عندنا تنوع شوية في اللعيبة بتاعنا يعني دايما كنا حتى بنعد نقول ليه منتخبنا ما يبتديش يشوف حتى الجيل الثاني والثالث من المصريين المقيمين بالخارج أنه حتى يستقطبهم عشان يلعبوا معنا